بسم الله الرحمن الرحيم فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وإيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجا مع إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضع الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في شرايين حياتنا ومستقبل أجيالنا وأولادنا وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها بل وتتغنى ببطولتها وتعتز برجالها وتكرم أبناءها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار فلقد كانت ولا زالت وستظل الأمة الميمونة خير أمة أخرجت للناس قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرية الأمة أيها الأحبة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا وقتية لأنها خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها ونبيها مستمدة من هذه الرسالة المباركة التي شرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحملها إلى أهل الأرض أجمعين إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها لقد أنجبت أمتنا على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيارهم العطرة الزاكية وقفة إعزاز وإجلال وإكبار وها نحن نقدم الآن لأمتنا من جديد هذه النماذج الطيبة والمثل العليا والقدوات الصالحة في زمن قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه كثير من التافهين ليكون القدوة والمثل من ناحية أخرى وراع الشات يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب لكن سامحوني إذ لم أستطع أن أقدم لحضراتكم كل هذه القدوات وجميع هذه المثل وكل هذه النماذج فمن الصعب جدا أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار والأخيار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة نعم قد يكون من اليسير كما أقول أن نقططف زهرة يتيمة في صحراء مغفرة لكن من العسير حتما أن نختار زهرة جميلة في حديقة الجمال في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتضم كل أصناف العبير وتشمل كل أطياف الشذا وأجمل الألوان وقد يكون من اليسير أن نرى نجمة تلتمع بالنور والضياء لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء وهؤلاء كواكب منيرة أضاءت وقبست من شمس النبوة ودارت في فلكها وتألقت ولا زالت تتألق تلك النجوم وهي تنشر على الدنيا هذه السيرة العطرة الزاكية الطاهرة التي تحتاج إليها أمتنا الآن لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة ولا من أجل التنظير السالب وإنما لتحول الأمة من جديد هذه السيرة العاطرة وهذه السلوكيات الكريمة الجليلة الخالدة في حياتنا مرة أخرى إلى واقع عملي وإلى منهج حياة تعالوا بنا الليلة سريعا نعم سريعا لنلقي مرة أخرى السمعة والبصرة والفؤاد نحن الليلة على موعد كريم جدا طاهر جدا نحن الليلة على موعد مع لقاء من أهم اللقاءات إننا الليلة على موعد مع الصديقة بنت الصديق مع العتيقة بنت العتيق مع الحبيب مع الحبيبة بنت الحبيب الرقيق إننا الليلة على موعد كريم مهيب مع الصديقة بنت الصديق مع العتيقة بنت العتيق مع الحبيبة بنت الحبيب الرقيق إنها الطاهرة التقية إنها الزاكية الزكية إنها الراضية المرضية إنها السهلة السرية إنها السمحة السخية إنها الساجدة الصائمة التقية إنها الحصان الرزان المبرأة من السماء إنها الحصان الرزان المبرأة من السماء إنها حبيبة سيد المرسلين المبشرة بصحبته في جنة رب العالمين إنها عائشة أم المؤمنين إننا الليلة على موعد مع الصديقة الكبيرة مع عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرجو فقط أن أذكر بأن أباها هو الصديق وبأن زوجها هو المصطفى هل بعد ذلك الشرف شرف وهل بعد ذلك الفضل فضل أبو عائشة هو أبو بكر هو أبو بكر وزوج عائشة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألكم بالله هل في الدنيا هل في الدنيا كعائشة أبوها الصديق وزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا له من كرم ويا لها من منقبة ويا له من شرف ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنوات يعني ما استنشقت هواء الشرك قط بل ترعرعت في بيت الصدق على يد من تبوأ ذر وتسنان الصديقية في الأمة تدبروا هذه الكلمات نشأت عائشة رضي الله عنها وولدت في الإسلام يعني ما استنشقت هواء الشرك قط وترعرعت في بيت الصدق على يد صديق الأمة الأكبر الذي تبوأ ذر وتسنان الصديقية في الأمة إنه أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم على على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدحي وهو يتلو في حق الصديق قول ربه جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأصفار ورفيقه المخلص في جميع المراحل والأطوار بل وضجعه إلى هذه اللحظة وإلى قيام الساعة في الروضة المحفوفة بالأنوار وهو الممدوح في الذكر بقوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار إنه الصديق الذي رب هذه النبتة الكريمة من أول لحظة وجدت فيها في هذه الحياة على التوحيد الخالص وعلى الإسلام النقي وعلى العقيدة الصافية وأرجو أن تتصوروا بيتا يتولى أمر التربية فيه صديق الأمة الأكبر نشأت عائشة في الإسلام وولدت في الإسلام وترعرعت في بيت الصدق في الأمة كلها على يد أبي بكر رضي الله عنه فهي الزهرة المتفتحة في بستان التوحيد والإيمان التي سقيت بمداد الوحي ابتداء على يد أبي بكر رضي الله عنه ثم بعد ذلك على يد من أنزل الله عليه الوحي على يد رسول الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصورتم معي هذه البداية لابد أن تكون الانطلاقة من هنا ولابد أن تكون البداية من هنا نعم أيها الأحبة ولذلك أود أن أقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكر في الزواج من عائشة رضي الله عنها وهي في هذا السن المبكر الصغير ولكن أود أن أقول بأن البنت في مثل هذا السن في بيئة العرب كانت مهيئة للزواج ولم تكن عائشة أول ولا آخر من تزوجت في هذا السن المبكر حتى لا يخوض الخائضون في عرض صاحب أشرف وأطهر عرض عرفته الأرض في عرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما فكر النبي في الزواج من عائشة وهي بنت حبيب قلبه وهي أحب الناس إلى قلبه إلا بعدما رأى ذلك في المنام نعم إلا بعدما أطلعه الله جل وعلا على ذلك في المنام في الرؤية ولابد أن نعي جميعا أن رؤيا الأنبياء وحيا نعم الوحي له مراتب من مراتب الوحي أن يرى النبي رؤيا ورؤيا النبي مرتبة من مراتب الوحي وتتحقق رؤيا النبي كفلق الصبح فرأى النبي ماذا روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أريتك وخلي بالحضرتك من لفظ أريتك يعني من الذي أراه ومن الذي أطلعه ربه ومولاه أريتك في المنام ثلاث ليال الله أكبر أريتك في المنام ثلاث ليال وقد جاء بك الملك في سرقة من حرير في سرقة بفتح السين والراء والقاف يعني في قطعة من حرير أريتك يعني يا عائشة في المنام ثلاث ليال وقد جاء بك الملك في سرقة من حرير فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول صلى الله عليه وآله وسلم تدبر هذه اللفظة الجميلة فأقول إيك هذا من عند الله يمضه أرجو أن تتدبر هذه الكلمات فأقول والقائل هو الصادق إيك هذا من عند الله يمضه يعني إن قدر الله جل وعلا أن تكون عائشة زوجة له صلى الله عليه وسلم فسيكون ذلك حتم فربنا تبارك وتعالى أمره بين الكاف والنون ولا راد لقضائه وكأن ربنا جل وعلا أراد أن يكرم الصديق رضي الله عنه تكريما في الدنيا والآخرة فقدر الله جل وعلا أن تكون ابنته عائشة زوجة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة تدبر هذا الشرف أريتك في المنام ثلاث ليال جاء بك الملك في صرقة من حرير فأكشف فإذا وجهك فيه فأقول إيك هذا من عند الله يمضه فلا راد لقضائه ولا راد لقدره سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأحبة تزوج بها صلى الله عليه وسلم في المدينة في المدينة النبوية وستعجبون إذا علمتم أنه صلى الله عليه وسلم كان في الثالثة والخمسين من عمر المبارك وكانت الصديقة في التاسعة من عمرها المبارك وقد ذكرت أن البنت في هذه البيئة وفي هذا الوقت كانت مهيئة للزواج لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم التي زكاه رب العالمين في قوله وإن نكل على خلق عظيم الذي زكاه رب العالمين بقوله وإن نكل على خلق عظيم كان يقدر لهذه الزوجة الصغيرة قدرها ويعرف هذا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك إن فعلت عائشة بهذا الخلق وبهذا الكرم وبهذا الأدب وبهذا الفضل فتعلقت برسول الله تعلقا كبيرة وقبل أن أتحدث عن تعلق رسول الله بها أقول لقد تعلقت هذه الزوجة الصغيرة هذه الفتاة الصغيرة المباركة هذه الفتاة الوضيئة الجميلة تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تغار عليه غيرة شديدة نعم بل ثبت في صحيح مسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغارت وظنت أنه خرج ليذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين قالت فغرت فعاد إليه فرأى ما أصنع فقال أغرت يا عائشة فردت هذه الفقيهة مع صغر سنها انظروا إلى رجاحة العقل فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله فقال لا صلى الله عليه وآله وسلم أَوَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ يا عائشة قالت أَوَمَعْيَ شَيْطَانٌ يا رسول الله قال نعم ومع كل إنسان قالت ومعك أنت رسول الله قال ومعي إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم وفي رواية فأصبح لا يأمرني إلا بخير فأسلم من أهل العلم من قال أسلم أي أسلم لله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن أهل العلم من قال إن الشيطان لا يسلم وإنما أسلم أي استسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يستطيع أن يأمر النبي إلا بخير بل كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله متى؟ يقول له النبي والحديث في الصحيحين يا عائشة والله إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا إلى هذا الحد والله إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا فقالت أم المؤمنين عائشة كيف تعلم ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم فقالت عائشة المحبة والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله بل ومن أجمل المواقف وأطرفها التي تدل على انفعالة تلقائية عاطفية ممزوجة بالحب والرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال اليهود أسام عليكم خل بالك وهذه طبيعة القوم قال اليهود للنبي أسام عليكم فلما سمعت أم المؤمنين عائشة هاتين الكلمتين لم تستطع أن تحبس مشاعرها ولم تستطع أن تملك عواطفها تجاه حبيب قلبها صلى الله عليه وسلم فانفعلت انفعالة عاطفية تلقائية معبرة وقالت عليكم السام واللعنة الله أكبر عليكم السام واللعنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله الله أكبر صلى الله على المربي والمعلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت عائشة أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقد سمعت وقلت وعليكم خلاص لقد سمعت وقلت وعليكم انظروا إلى خلق صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد وإيها الأحبة امتلأ قلب أم المؤمنين عائشة بحب رسول الله فبادلها المصطفى حبا بحب وعاطفة بعاطفة أرق ومشاعر بمشاعر أصفة أحبها النبي حبا عجيبة وأعلن ذلك في صراحة ووضوح لم يتردد المصطفى في إعلان هذا الحب لعائشة ففي الصحيحين من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة الله كذا بوضوح بصراحة كذا وأنا أود أن أقول بأن كثيرا من أحبابي وإخواني يعني يستحي أن يعرف الناس اسم زوجته أو أن يعرف الناس اسم ابنته وها أنا ذا الآن أذكر لكم اسم زوجة من زوجات الحبيب المصطفى يذكره النبي بنفسه بل ويعلن أنه يحب صاحبة هذا الاسم فلا نبغي أن نتكلف في غير موضع التكلف وأن نتشدد في غير موضع التشدد يقول أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة هكذا صلى الله على صاحب الخلق فقال له عمر بن العاص من الرجال يعني أنا لا أسأل عن النساء يا رسول الله بل أنا أسأل عن أحب الرجال إلى قلبك من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قال من الرجال قال أبوها الله 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 أبوها الصديق أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال وأحب النساء إلى قلب سيد الرجال ابنة الصديق أي الناس أحب إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من هو يريد أن يذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر ثم من قال ثم عمر فسكت عمر خلاص قال ثم عمر عائشة ثم الصديق ثم عمر انظروا إلى مكانة الحبيبة في قلب حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ستعجبون أيها الأحبة إن قلت لحضراتكم لقد عرف الصحابة جميعا رجالا ونساء وعرف المسلمون جميعا أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ومن أمتع ما قرأت ما قاله الإمام الذهبي في كتابه الممتع سير أعلام النبلاء قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبة الله 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 خلي بلك والله من الكلمة الجميلة دي التي تكتب بماء العيون فهي عندي أغلى من ماء الذهب لأن دمعة من خشية الله تحرم أجسادنا على النار فهي أغلى من الذهب كل أقول قال الإمام الذهبي وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبة أحب عائشة وأحب الصديق وما كان صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبة يقول فمن أبغض حبيبي رسول الله فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبة ليحب إلا طيبة ليحب إلا طيبة فمن أبغض حبيبي رسول الله يعني عائشة والصديق فمن أبغض حبيبي رسول الله فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة رضوان الله عليهم لعلمهم بمحبة سيدنا رسول الله لأم المؤمنين عائشة كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يعني إيه يعني كان إذا أراد الصحابي أن يقدم هدية للحبيب النبي ينتظر حتى تأتي ليلة عائشة فإذا دخل النبي بيت عائشة أو حجرة عائشة فما كن يمتلكن بيوتا بل كانت كل واحدة تمتلك حجرة واحدة حجرة واحدة وهذا بيت من بيوت سيد الخلق الذي لو شاء الله جل وعلا أن يسير الجبال مع حبيبه ذهبا لسيرها سبحانه وتعالى فكان الناس ينتظرون إذا دخل النبي بيت عائشة أو حجرة عائشة إذا أراد أحدهم أن يقدم له هدية أهداها له في ليلتها لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولعلمهم أن هذا سيسعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فغضب أمهات المؤمنين والرب رب والعبد عبد والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت فاجتمع الصواحب إلى أم سلمة يعني اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا إلى أم سلمة وهي إحدى زوجات سيدنا رسول الله فقلنا يا أم سلمة يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة الله أكبر إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نحب الخير ونريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدو إليه حيثما كان وحيثما دار يعني قولي للنبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس من أراد منهم أن يقدم له هدية فليقدم له الهدية في أي ليلة من الليالي وعند أي زوجة من الزوجات تقول أم سلمة فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك قالت أم سلمة فأعرض عني رسول الله يا الله يا الله قالت فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فلما عاد إليه الثانية يعني تصور الليلة اللي بعد كده شو بعد كم ليلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة تقول فذكرت له ذلك يعني طلبت منه أن يأمر الناس أن يهدو إليه حيثما كان وحيثما دار قالت أم سلمة فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قالت فلما عاد إليه الثالثة فقلت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة الله أكبر لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها يا خالق عائشة سبحانك يا خالق عائشة سبحانك تدبر بالله عليك وتدبر يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه هذا الكلام الغالي لسيدنا رسول الله يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها بل قد أرسل أمهات المؤمنين حبيبة رسول الله ثمرة فؤاده فاطمة الزهراء البتول وهي من هي عند رسول الله وقد استمتعت أنا واستمتعتم أنتم بالأمس وأنا أتحدث عن الزهراء البتول بنت سيدنا الحبيب الرسول أقول أرسلنا أمهات المؤمنين فاطمة الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحي قالت فاطمة يا رسول الله أرسلني إليك نساؤك ليسألنك العدل في ابنة أبي قحافة يا رسول الله أرسلني إليك نساؤك أمهات المؤمنين يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة ألست تحبين ما أحب قالت بلى يا رسول الله أحب ما تحب وأحب من تحب قالت بلى يا رسول الله قال ألست تحبين ما أحب قالت بلى يا رسول الله فقال الحبيب فأحب هذه يا خبر مش ممكن أبدا انت حضرتك عيش معي بقلبك فأحب هذه كلمة وضحة وصريحة فأحب هذه يعني فأحب عائشة ألست تحبين ما أحب قالت بلى يا رسول الله قال فأحب هذه أي عائشة رضي الله عنها منقبة عظيمة وكريمة وقد ذكرت في اللقاءات الماضية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذه مكانة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة لقد أحبها رسول الله وأحب أباها وأعلن ذلك في جلاء وفي وضوح بل أقول إن من أعظم مناقبها ومن أعظم فضائلها ومن أعظم خصائصها أن الله جل وعلا قد اتكرمها تكريما لا تمحوه الأيام والأعوام وكيف يمحى هذا التكريم وقد جعله ربنا الكريم قرآنا يتلى على مر الأيام والسنين نعم أنا أرى بأن هذه المنقبة هي أعظم مناقب عائشة على الإطلاق صحيح عائشة ظهرت مكانتها وظهر عقلها عند تخيير النبي لنسائه بلا منازل ظهرت مكانة عائشة وظهرت رجاحة عقلها حين اشتد الحال وضاق المجال على أزواج سيد الرجال العيش ضيق والمؤونة قليلة وراح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين لرسول الله شدة العيش لا إله إلا الله انتبه أياتها المسلمة انتبه أياتها المسلمة انتبه يا من تلقين كل يوم في مكان القمامة من الأرز ومن الطعام ما يكفي أسرة بل يكفي أكثر من أسرة هذه بيوت النبي وهؤلاء هم زوجات رسول الله يشتكين من شدة العيش ومن ضيق الحال فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه بإجماع أن يوسع عليهن في النفقة وهو من هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو سأل ربه ورب الكعبة أن يحول له التراب بل والحصى بل والجبال ذهبا لكان ولكنه اختار أن يعيشه عبد النبي ولم يختر أن يعيش ملك النبي نعم اشتكى نساء النبي شدة العيش وضيق الحال وهم يعيشون في كنف أغنى الرجال وسيد الرجال صلى الله عليه وسلم فأمره ربه جل وعلا أن يخير نساءه بين بين الصبر على شدة العيش وضيق العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة وبين أن يمتعهن رسول الله وأن يوسع عليهن توسعة كبيرة بشرط أن يسرحهن صراحا جميلة وأن يفارقهن جميعا يا إلهي يا إلهي والله العظيم إنها لأكبر مصيبة أن يمتن الله جل وعلا على مرأة من نساء الدنيا لتصبح زوجة لسيد أهل الدنيا ثم تفضل الدنيا على الآخرة وتفضل المتاع الزائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش في كنفه وتحت ظلاله هل تعلمون أنه لحبه لعائشة بدأ بها بدأ بها حين أمره ربه أن يخيرهن بين هذا وذاك بدأ بعائشة فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا عائشة إني سأحدثك بأمر فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك تقول عائشة ولقد علمه صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقه انظروا إلى ثقتها ولقد علم أن أبوي لم يأمران بفراقه قالت فقرأ علي قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيمة يا إلهي هل تدبرتم في كلمات هذه الآية يا أيها النبي قل أمر من الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن ولكن وأسرحكن صراحا جميلة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيمة الله أكبر فقالت صاحبة العقل الراجح صاحبة القلب العقول صاحبة اللسان المعلم السؤول قالت عائشة رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة يعني أفي مثل هذا أستشر أبوي لا لا يمكن أبدا أن يكون في هذا استشارة بل أنا أريد الله جل وعلا وأريد رسوله صلى الله عليه وسلم وأريد الدار الآخرة فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر بل وورب الكعبة ربما تعيش المرأة في قصر فاره بين الحرير والذهب والنعيم والخدم ومع ذلك تشعر بالاختناق ولا تشعر بطعم السعادة ولا تشعر بطعم الراحة ولا بلذة الأنس نعم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولا أريد أن أخرج عن هذا الجو الإيماني والعبق الروحاني الراقي لأدلل على ذلك فالأدلة كثيرة لكن دعونا نبقى مع الصدق كله والطهر كله والعقل كله والحب كله من أم المؤمنين لحبيب قلبها رسول الله أفي مثل هذا أستأمر أبوي يا رسول الله بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ففعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت وقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهن أجمعين ومع ذلك أقول يا أحبابي أعظم من قبه لعائشة أن يبرئها ربنا من فوق سبع سماوات لا في رؤيا يراها رسول الله بل في آيات مصطورة في كتاب ربنا لا زالت تتلى إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتدبروا كلام البليغة بل تدبروا كلام بليغة البلغاء وتدبروا كلام فصيحة الفصحاء وتفقهوا في كل لفظة من كلام معلمة العلماء نعم فالحديث في الصحيحين لكنه قطعة أدبية راقية من كلمات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن تدبرتم كلمات الرواية علمتم فقه عائشة وبلغتها وفصاحتها حتى قال معاوية بن أبي سفيان والله ما سمعت أفصح من عائشة بعد رسول الله كثير من الناس لا يعرف هذا الجانب عند أم المؤمنين يتصور أنها زوجة كسائر الزوجات لا بل هي عالمة العلماء بل معلمة العلماء والمضوع جليل طويل يعني لو وقفنا مع المسائل العلمية لأم المؤمنين عائشة وكيف تعلم كبار الصحابة كبار الصحابة من أم المؤمنين العلم وسمعوا منها الحديث بل كان إذا استشكل عليهم أمر أرسلوا إلى أم المؤمنين عائشة فيعود إليهم السائل بالجواب الكامل المفيد وفيهم عمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وسعر بن وبي وقاص وغير هؤلاء من الكبار نعم كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عالمة بل كانت معلمة للعلماء وأديبة للأدباء وفصيحة للفصحاء وبليغة للبلغاء استمعنا أيتها الأخوات الفضليات واسمعوا أيها الأحبة إلى كلام أم المؤمنين عائشة والحديث رواب بخاري ومسلم تقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه يعني ضرب القرعة تدبروا البلاغة والجمال كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه قالت فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا في غزوة غزاها وهي غزوة بني المصطلق فخرج سهمي فخرجت معه فخرج سهمي يعني وقعت القرعة على عائشة فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وكنت أحمل في الهودج بعدما أنزل الحجاب أحمل في الهودج وأنزل فيه بعدما نزلت آية الحجاب وضع لها الهودج على ظهر البعير والهودج رحل يضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر لهم تقول فكنت أركب فيه وأنزل فيه فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل من غزوه يعني عاد من غزوه واقتربنا من المدينة تقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل قالت فلما أذنوا بالرحيل مشيت حتى ابتعدت عن الجيش أي لقضاء حاجتها وأنا أرجو أن تتخيلوا معي هذه الزهرة الحيية التي نبتت في بستان الإسلام وسقيت بمداد الوحي والصدق مشت وابتعدت بعيدا بعيدا لتقضي حاجتها وهي أنثى بين جيش ابتعدت كثيرا وقضت حاجتها وفرغت من شأنها تقول فحتى إذا قضيت من شأني عدت إلى رحلي عدت إلى رحلي فالتمست صدري فلم أجد عقدي وكانت تلبس عقدا في صدرها قالت فالتمست صدري فلم أجد عقدي قالت فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه يعني حبسها البحث عن موطني العقد في المكان الذي كانت تقضي فيه الحاجة وهي في صحراء ومن يعرف منكم طبيعة الصحراء يعلم ما أقول وهي في صحراء والليل مظلم فعادت لتبحث عن عقدها فحبسها هذا البحث فتأخرت قليلا قالت فلما عدت فلم أجد يعني في موطن الجيش من داع ولا مجيب لم تجد أحدا من أفراد الجيش رحل الجيش وجاء الرجال الذين كانوا يحملون الهودج فوضعوا الهودج على ظهر البعير وهم يحسبون أنها فيه تقول فلما ذهبت إلى موطن الجيش ولم أجد فيه من داع ولا مجيب انتظرت في مكاني وظننت أن القوم سأفقدونني فيرجعون إلي قالت فغلبتني عيني فنمت سبحان الله نامت تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وراء الجيش وكان هذا بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وجد شيئا قد سقط من متاع الجيش أتى به تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي وراء الجيش فلما رأاني وكان يراني قبل الحجاب كان يراها قبل أن تنزل آية الحجاب تقول فاستيقظت من نومي على استرجاعه يعني على قولة صفوان إنا لله وإنا إليه رجعون عرفها إنها عائشة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم تقول فاستيقظت من نومي على استرجاعه أي على قوله إنا لله وإنا إليه رجعون قالت والله ما سمعت منه كلمة غيرها ما سمعت منه غير استرجاعه فأناخ راحلته وقد خمرت وجها بجلبابي أتقول وقد خمرت أي غطيت وجهي بجلبابي فأناخ راحلته فركبت وانطلق يقود الراحلة به حتى أدركنا الجيشة مغرين في نحر الظهيرة يعني في وقت شدة الحر انتبه معي في غير رواية الصحيحين قال رأس النفاق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول حين نظر فوجد صفوان بن المعطل يقود الراحلة ووجد أم المؤمنين على ظهر الراحلة قال رأس النفاق من هذه فقال أم المؤمنين عائشة فقال ومن هذا قال صفوان بن المعطل فقال الخبيث امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة والله ما نجت منه وما نجى منها أعوذ بالله كلمات عفنة خبيثة خطيرة الله أكبر بكل سهولة تردد الألسنة المريضة المنافقة الخبيثة مثل هذه الكلمات الخطيرة الله أكبر يرمى رسول الله في عرضه في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين هكذا بسهولة ويسر يرمى رسول الله في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات كلها في أمته وفي من؟ في عائشة في حبيبة قلبه في الطاهرة في الصديقة بنت الصديق في العتيقة بنت العتيق في الحصان الرزان أمر جلل وعائشة ترمى في أغلى ما ترمى به فتاة شريفة ترمى في عرضها ترمى في شرفها يا الله رحماك رحماك يا الله ترمى أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين في عرضها تتهم بالخيانة الكبرى بالفاحشة العظمى ولا حول ولا قوة إلا بالله ترمى في دينها وفي عقيدتها وفي طهارتها وفي شرفها وفي وأبيها وفي أمها وفي قلبها وفي نبيها ترمى في كل شيء حين تتهم بهذه التهمة النكراء والصديق الصديق يرمى في من؟ في زوج حبيبه في ابنته الحبيبة الغالية ويعصر الألم كبده ويفتت الحزن فؤاده ويقول في كلمات حزينة والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام وصفوان ابن المعطل السلمي الصحابي الجليل التقي النقي يرمى في عرضه ويقذف في شرفه بل في دينه بل في عقيدته حين يتهم بخيانته لحبيبه حين يتهم بخيانته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحماك رحماك يا الله ويمضي شهر كامل شهر كامل لا ينزل الله على رسوله آية واحدة ولا يرى رسول الله رؤيا ليبرئ بها ساحة أم المؤمنين عائشة والحصام الرزان لا تعلم شيئا عن ذلك ولا تعرف شيئا عن ذلك على الإطلاق فهي المؤمنة الغافلة التي لا تعلم ما يقوله أهل الإفك وعادوا إلى المدينة تقول وعدنا إلى المدينة فمكثت شهرا وأنا أشتكي وهي مريضة وهي لا تعلم وأهل الإفك يخوضون في هذه الفتنة الحالكة وتلوك الألسنة هذه الكلمات التي تحرق الفؤاد آه إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي هذا الأفاك آمنا مطمئنة وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها أو كل أخت فيها متهمة هذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال يستهين كثير من الناس الآن بالقذف فقد نقذف بريئا وقد تقذف بريئة وينطلق القاذف بلا خجل ولا حياء ولا وجل لا من أهل الدنيا ولا من ربه تبارك وتعالى في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلمة خطيرة فبكلمة تدخل دين الله وبكلمة تخرج من دين الله وبكلمة تستحل فرج امرأة وبكلمة يحرم عليك فرجها وبكلمة تسعد أسرة وبكلمة تذبح أسرة وبكلمة تنال رضوان الله وبكلمة تنال صخط الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالة فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالة فيهو بها في جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها يا إلهي يرمى المصطفى وترمى عائشة ويرمى الصديق ويرمى صفوان بل ويرمى المجتمع المسلم كله حين يرمى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة النكراء وهذه الفاحشة البشعة وينضي شهر والصديقة لا تعي ولا تعرف حتى أخبرتها أم مصطح امرأة معها في البيت النبوي أخبرتها بما يقوله أهل الإفك فقالت الحصان الرزان أو تحدث الناس بهذا النسب تتكلم في هذا الكلام تقول وأنا لا يريبني شيء في وجعي لا ألتفت إلى هذا لا يريبني إلا أنني لم أكن أرى اللطف الذي كنت أعرفه من رسول الله حين أشتكي بل كان يدخل فيسلم ويقول كيف تيكم إشارة كذا للبعيد كيف تيكم والألم يحطم فؤاد الحبيب والكبد يتفتت من الحزن والهم والغم زوجته الحبيبة تطرم بهذه التهمة البشعة فأقول السلام عليكم كيف تيكم سيدة عائشة لا تعلم هذا ولا تعرف هذا من رسول الله تعرف عنه الرقة واللطفة والأدب والخلق والتواضع لكنها ما جربت منه هذه الوحشة ولا هذه اللغة ولا هذا الحوار كيف تيكم تقول فاستأذنت رسول الله انظروا إلى الأدب والتربية والخلق فاستأذنت رسول الله أن أذهب إلى بيت أبوي تقول وأنا أريد أن أستوثق الخبر من قبلهما قالت فأذن لي قالت فخرجته فذهبت إلى بيت والدي فقلت لأمي يا أمه ما يتحدث الناس قالت هوني عليك يا ابنتي هوني عليك يا ابنتي فقالت أَوَ قَدْ تَحْدَّثَ الْنَّاسُ بِهَذَا؟ يعني تأكدت من أمها أن الناس بالفعل قد تحدثوا بهذا قالت أَوَ قَدْ تَحْدَّثَ الْنَّاسُ بِهَذَا؟ قالت فبكيت تلك الليلة بكاءا حتى لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت فبينما أنا على ذلك الحال استأذنت علي مرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت فوجدت البيت كله يبكي الصديق الكبير يبكي وأم عائشة أم رومان تبكي وعائشة تبكي فجلست المرأة هي الأخرى تبكي لبكاء هذا البيت بيت الصدق والطهر والعفاف والمسألة صعبة وقاسية على قلب الأطهار والأشراف والأخيار وعلى قلوب الطاهرات الشريفات العفيفات المؤمنات الغافلات فجلست المرأة تبكي تقول فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فسلم ثم جلس إلى جوار عائشة فحمض الله عز وجل وأثنى عليه وتشهد ثم التفت إلى عائشة وقال يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه يا الله يا الله هل تستشارون معي وقع هذه الكلمات على قلب رسول الله أولا ثم على قلب عائشة رضي الله عنها يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت ألممت بذنب فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه قالت فقلص دمعي جفت الدموع في مقلتيها قال ثم التفت إلى أبي إلى الصديق وقلت يا أبي أجب عني رسول الله أجب عني رسول الله فقال الصديق رضي الله عنه والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله قالت فالتفت إلى أمي وقلت يا أمه أجيب عني رسول الله قالت أمها والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت فتحولت فاتجعت في فراشي ووالله إني لأعلم أني لبريئة وأن الله مبرئي ببراءة تقول ولكن ما كنت أظن أن ينزل فيي وحي يتلى فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيي كلاما يتلى أو وحيا يتلى انظر إلى تواضع أم المؤمنين حتى في هذه اللحظات ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل فيي كلام يتلى أي في القرآن الكريم وكنت أرجو أن يرى رسول الله رؤية يبرئني الله عز وجل بها تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فوالله ما برح رسول الله مكانه أي ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي هو فيه وما تحرك أحد من أهل البيت من مجلسه حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وأخذه ما كان أخذه من البرحاء فتحضر حتى إنه لا تحضر منه مثل الجمان يعني نزل الوحي على رسول الله وكان إذا نزل عليه الوحي يعرفون ذلك يتحضر منه العرق مثل الجمان أي كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد في اليوم الشات من ثقل وشدة ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم ما تحرك أحد وتعلقت الأبصار بالنبي المختار الكل ينتظر الكل ينتظر فرجا من الله سبحانه وتعالى فسرع الرسول الله والأبصار معلقة به ينظر إليه الصديق وتنظر إليه أم عائشة وعائشة وهذه المرأة الأنصارية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسرى عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة نطق بها الحبيب يا عائشة أبشر يا عائشة أما الله فقد برأك أما الله فقد برأك فقالت أمها قومي قومي يا عائشة إلى رسول الله أي احمدي رسول الله فقالت عائشة لا لا والله والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل والله لا أقوم إليه لا أقوم لرسول الله ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءة من السماء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليها براءتها من فوق سبع سماوات يقرأ عليها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إلى قوله إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أبشر يا بنت الصديق أبشر أيها الحصان الرزان يا من برأك ربنا من فوق سبع سماوات بآيات جليلة من القرآن تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا لها من كرامة يا لها من منقبه خرجت عائشة من المحنة التي قال الله فيها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خير هذا البلاء هذه الفتنة هذه المحنة أين الخير الله جل على قال بل هو خير لكم أين الخير يا أخي أقول الله جل على قل بل هو خير لكم أين الخير لازلنا نسر على طرح هذا السؤال أين الخير أين الخير وقد رمي رسول الله في عرضه أين الخير وقد رمي الصديقة في عرضها أين الخير وقد رمي الصديق في عرضه أين الخير وقد رمي صفوان في عرضه أين الخير وقد رمي المجتمع المسلم كله في عرضه حين يرمى بيت رسول الله أين الخير يا أخي يا أخي أرحنا وقل أين الخير أقول لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يظهر للمؤمنين وللنبي على رأسهم المنافقين الذين اندسوا في الصف المسلم لكفا تدبر هذا الدرس من أغلى ما أقول لك الليلة المحن تصف الصف وتغربل الصف المنافقون مندسون المنافقون متسللون ما دام يحصلون المجد والمال والجاه والوجاه المنافقون الخبثاء يهتفون مع من يهتفون لكن تأتي المحن لتصفي الصف فلا يثبت أبدا على الطريق إلا من صفت نفسه إلا من طهرت سريرته ولو كان الأمر رخيصا ولو كان الأمر هين لسهل على كل صاحب دعوة أن يكون من أهل الدعوة وأن يكون من أهل الدين ولسهل على كل صاحب نزوة أن يكون من أهل الفضل والشرف لا تأتي المحن لتظهر المؤمنين الصادقين الثابتين ولتظهر الخبثاء المنافقين المهرجين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لو لم يكن في هذه الفتنة والمحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أظهر المنافقين على صفحات وجههم وفقط لا بل بكلمات ألسنتهم بل بكلمات ألسنتهم كانوا يصلون مع الجماعة بل ويحضرون الغازوة مع رسول الله فكيف أظهر هؤلاء تأتي المحنة وتأتي الفتنة لتظهر للصف المسلم للصف المسلم وليس لربنا فربنا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ولكن ليظهر للصف المسلم وللمسلمين والمؤمنين ليظهر المنافقون الخبثاء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين تدبروا ولو أردتم أن أزيدكم من الخير في هذه المحنة لزدتكم ولفعلت تريدون شيئا من المزيد خذوا المزيد لو لم يكن في هذه المحنة التي قال الله فيها بل هو خير لكم لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة درسا عمليا في أن حبيبه المصطفى لا يعلم الغيب لكفى يمضي شهر كامل ورسول الله لا يعلم شيئا بل يفتت الحزن فؤاده ويحطم الألم قلبه وكبده الله أكبر لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يظهر مكانة أم المؤمنين للدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكفى لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله أظهر طهر بيت الصديق لكفى لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله أظهر طهر صفوان بن المعطل السلمي لكفى بل هو خير لكم بل هو خير لكم ما من فتنة يا أحبابي وما من شر يا إخواني إلا ويحمل بين ثناياه وبين طياته من الخير ما الله به عليم إيه ورب الكعبة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له مضى الوقت بل وزاد ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن اسمحوا لي سريعا سريعا جدا وسامحوني فالعيش مع هؤلاء يحتاجوا رب الكعبة إلى سنوات وسنوات أقول خرجت عائشة من المحنة وقد احتلت مكانة جديدة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى استأذن النبي كل نسائه أن يمرض في بيت عائشة في أيامه الأخيرة هل استوعبتم هذا الشرف وهذه المكانة يستأذن النبي كل نسائه أن يمرض في بيت عائشة يعني لا يضر على نسائه بل يمكث عندها لتمرضه بنفسه ويا للعجب ويا للكرم ويا للفضل والله لقد مات النبي ورأسه في صدر عائشة بالله تدبروا هذه بالله تدبروها مات الحبيب ورأسه على صدر عائشة تقوله تقوله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي في يومي انظروا إلى فضل الله في يومي بين سحري ونحري بين سحري ونحري على صدرها وقد جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة وقد ذكرت الحديث بالأمس بالتفصيل في الصحيحين من حديث عائشة حين دخل عليها عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده السواك فرأت النبي ينظر إلى السواك وكان يحب السواك فقالت له الفقيهة البليغة الذكية الألمعية أخذ السواك لك رسول الله فأشار الحبيب برأسه النعم فأخذت فمضغت ولينت وطيبت ودفعته إلى رسول الله فاستن به أحسن ما كان مستنى يعني استاك به جيدا قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة هنيئا لك يا بنت الصديق هنيئا لك يا بنت الصديق أقولها بملء فمي وأود أن تسمع الدنيا كلها بتجرد وعدل وإنصاف لتعرف قدر الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق رضي الله عنها وأرضاها ثم ماذا أيها الأفاضل ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام الصديق بعد ذلك بسنتين ونصف على فراش الموت ودخلت عليه وهو على فراش الموت تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فرفع الصديق الغطاء عن وجهه وقال لا يا عائشة لا يا ابنتي لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ويتوفى الصديق رضي الله عنه ويطلب منها أن يدفن إلى جوار صاحبه صلى الله عليه وسلم في حجرتها الشريفة الطاهرة المباركة التي أضيئت بالأقمار فلقد رأت قبل ذلك رؤية قصتها على والدها الصديق بأنها رأت ثلاثة أقمار قد نزلت الأقمار في حجرها فقال لها الصديق إن صدقت رؤيتك يا عائشة فسيدفن في حجرتك ثلاثة أقمار خير أهل الأرض في الأمة خير أهل الأرض فلما مات المصطفى دفن في حجرتها فكان المصطفى القمر الأول ثم مات الصديق فدفن في حجرتها فكان الصديق القمر الثاني فلما مات عمر دفن في حجرتها فكان عمر القمر الثالث ويا له من حياء تعلمنا إياه بنت الصديق تقول والله والله كنت بعدما دفن عمر ما كنت أدخل الحجرة النبوية إلا وقد شددت علي ثيابي قبل أن يدفن عمر تقول كنت أدخل الحجرة بأي ملابس بأي ثياب وأقول إنما هو زوجي وأبي بعد الموت وهما في القبرين الشريفين تقول إنما هو زوجي وأبي فتدخل عليهم بأي ملابس فلما دفن عمر دفن أقول دفن عمر ميت في قبر تقول والله ما دخلت الحجرة بعدما دفن عمر إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب يا خالق عائشة سبحانه ولا أستكثر هذا على بنت الصديق وعلى زوج الحبيب الرقيق صلى الله عليه وسلم تستحيي من ميت أسأل الله أن يرزقنا الحياء من الأموات وأن يرزقنا الحياء من الأحياء وأن يرزقنا الحياء من الحي الذي لا موت إنه ولي ذلك والقادر عليه إذا ما قال لي ربي أما استحيي تطعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني ماذا أقول له سبحانه وتعالى وفي عهد الخلفاء برزت مكانة عائشة لا تسع الوقت أبدا لذكر هذا كنت أود أن أتحدث عن علمها وعن فقهها وعن زهدها وعن ورعها وعن صيامها وعن قيامها وعن بلاغتها وعن فصاحتها ستسمعون في هذه الأبواب العجب العجاب ومن طالع منكم سيرة الصديقة رأى العجب العجاب كانت صوامة قوامة كانت فقيها كانت محدثة كانت بليغة أقول لكم تقول عائشة نفسها رويت للبيد بن ربيع ألف بيت من الشعر لبيد بن ربيع فحل من فحول الشعراء في أرض الجزيرة روت له ألف بيت يقول عروة بن الزبير ما حدث شيء أمام عائشة إلا وقالت فيه شعر قمة البلاغة يقول معاوية بن أبي سفيان ما سمعت أفصح من عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد يقول أبو موسى الأشعري ما استشكل علينا شيء نحن أصحاب رسول الله إلا وأرسلنا إلى أم المؤمنين عائشة فوجدنا من هذا الحديث عندها علمة عالمة فقيها بليغة أديبة شاعرة فصيحة فصيحة عابدة زاهدة تقية نقية ما خرجت يوم الجمل إلا لتصلح بين الناس إلا وهي تتأول قول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلح بين الناس ومع ذلك كانت إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوت كن تبكي حتى ابتل خمراء من البكاء وحبست نفسها للعبادة بعد هذه الفتنة التي كانت تبكي إذا ما ذكرتها وتقول ليتني ميت قبل يوم الجمل بعشرين سنة كانت تبكي إذا ما ذكرت هذا اليوم ومكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمسين سنة ما يقرب من خمسين سنة فنقلت الأمة عنها ربع الأحكام وكثيرا من العلوم والآداب رضي الله عنها وفي ليلة من ليالي شهر رمضان نامت أم المؤمنين عائشة على فراش الموت لتخرج روحها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لتواصل الصحبة من جديد مع حبيب قلبها فهي المبشرة منه بالصحبة في جنات النعيم سامحوني على هذه الإطالة والله ما تعمتها أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا أم المؤمنين خير الجزاء وأن يجمعنا بها في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته